أظن 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 كلنا عارفين ومتأكدين إن لازم يبقى النهاردة في عندنا حجم كبير جدا من الكلام على كل حاجة جارت من مبارح لحد اللحظة اللي احنا فيها من المواس بلا أنا مسكو دي قلم ليزر عشان حبيت بس أشرح شوات حاجات كده على خريطة هتسهل علينا الموضوع أنا بس عايز أقول حاجة بعد إذنك أي حد أي حد هتسمعوا في تلفزيون أو هتشوفوا في تلفزيون هتسمعوا في راديو هتقرالوا في جورنال هتقرالوا على فيسبوك هتشوف التغريدة أو التويتا بتاعته على تويتر هيعمل فيديو على تيك توك هيعمل مشارف ستوري على انستجرام هيقولك إن الدنيا سواد واللي جاي سواد بعد إذن حضرتك الشخص دي ما بفهمش حاجة ما بيفهمش أي حاجة أنت اللي بتفهم يا عام يوسف والله ولا بفهم جامد ولا حاجة كل القصة بالعقل وبالمنطق وبالراحة أنا لو تعلمت حاجة من أبويا الله يرحمه تعلمت منه كلمة مهمة جدا بصراحة كان دايما يقعد يقولها لي من وانا عندي 17 سنة فكر بالراحة ما فيش داعي لاستعجال في التفكير واستباق الأمور أكثر مما يجب يعني إنك تحول تستشرف أمر ما أو تستطلعه ده رائع بس عشان تعمل ده لازم تحط إيه تحط النقاط إحنا أظن درسنا في الابتدائي درسنا في الإعدادي حساب بعد كده بقى اسمها رياضيات طيب اتعلمنا إيه زي كده في الهندسة تعلمنا إيه كل حاجة خطوة خطوة يعني شيء يؤدي إلى شيء فشيء 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 لحد ما توصل لإيه نتيجة صح الكلام؟ طيب اللي بيجرح حوالينا في الدنيا عبارة عن مجموعة أشياء قرارات إجراءات ظروف تؤدي إلى نتائج هتيجي أنت تقولي آه أيوسف بقى كلامك ده معناه أن الدنيا واردي والمفروض أن إحنا نفرح هو بالمناسبة لا تفرح ولا تزعل كل اللي أنا طلبه منك النهاردة هنشغل عقلنا إحنا الاتنين مع بعض بالوحدة وحدة كده إحنا عارفين أن النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع شديد الأهمية بالغ الأهمية أو بالأدقة كان مؤتمرا صحفيا بالغ الأهمية وحضر فيه سيد طريق عامر محافظ البنك المركزي المصري وحضر فيه عدد من الوزراء والمسؤولين حول اتخاذ مجموعة من القرارات أبرزها القرارات بتاعة السياسات النقدية البنك المركزي أيوة يا سيدي وسعر الدولار اللي بقى 18 جنيه 45 قرش 24 ساعة أيوة أيوة الدولار زي أيوة زي طي يؤدي إلى كذا أيوة هيؤدي لواحد واثنين 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 تعال ناخدها وحدة وحدة قبل ما أقولك التصريحات بتاعة مجلس الوزراء وحدة وحدة احنا نشوف مع بعض كده خريطة بسيطة شديدة التفاهة فيهاش أي حاجة خالص بص عشان كده هم تدولي أو أنا طلبت البتاع بتاع الليزر ده مش لأن أنا فرحان أن أنا هستخدم ألم ليزر بص يا سيدي دي الحتة دي النقطة دي أهي مصر أهي صح؟ أهي دي مصر خلاص كده أدي أوروبا قارة أسيا طبعا هنا منطقة الخليج من المنطقة العربية السعودية ودول التعاون مجلس التعاون الخليجي أمريكا الشمالية يعني مكسيك مولات المتحدة الأمريكية كندا وهنا الكريبي هنا كوبا بالمناسبة قريبة من هنا وهنا قارة أمريكا الجنوبية استراليا ونيوزيلاندا خريطة العالم تعمدنا أن الخريطة تبقى صماء كما هو حال العالم دائما ما يكون أصمى عندما يتعلق الأمر باقتصاديات الدول اللي زي حالتنا ليه؟ طيب الحدوتة كالأتي البلد الزريف ده اسمه الولايات المتحدة الأمريكية حدوتة كده فيها نبزة تاريخ صغيرة عشان تبقى أنت فاهم سنة 1907 حصل أزمة اقتصادية طاحنة هنا في أمريكا دي الحتة الجميلة الزريفة اللطيفة دي طيب الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي حصلت هنا في 1907 قدت إلى القاتي قدت إلى أنه الناس جريت على البنوك تطالب بفلوسها وودائعها وما أنتو مش جايبيني ليه على التلفزيون بقى أنا أشرح للناس وانتو حطيها جماعة تصدق أنا حزنت على نفسي في 1907 لما حصلت الأزمة الاقتصادية اللي في أمريكا دي كانت أزمة اقتصادية مرعبة مرعبة ودي كانت أكبر أزمة اقتصادية تاخد أمريكا بالها منها أنه إيه ده ده في حاجة في الدنيا اسمها أزمات اقتصادية وناس تجري على البنوك 1907 تقول إحنا عايزين فلوسنا اللي إحنا حطناها في البنوك في الوقت ده ما كانش في حاجة اسمها البنك الفيدرالي خالص عنا عارفوا الولايات المتحدة الأمريكية دي اتحاد فيدرالي لمجموعة من الولايات بدأت الناس حتى تؤدي إلى شغب أو إجراءات الناس دي اللي يتكالب على البنوك اللي نصحب فلوسنا حصل شغب لأنه بعض البنوك ما بقتش قادرة ترجع للناس فلوسها وكلام من ده عايز تقولي أيوسف ولا تقفز على أي نتيجة ده مالوش أي علاقة بمصر ده ليه علاقة بأمريكا بس بدأ السياسيين والاقتصاديين الأمريكان يفكروا نعمل إيه لتنظيم العلاقة ما بين البنوك دي وبعضها البعض وما بين البنوك والناس المودعين فاتعمل قرار كده إنه يتعمل حاجة اسمها البنك الفيدرالي الأمريكي ده أنشئ في 1913 يعني بعد 1907 بست سنين اتعمل حاجة اسمها البنك الفيدرالي الأمريكي اللي هو شابهه مثلا عندنا البنك المركزي المصري كويس خالص طيب يعمل إيه البنك الفيدرالي ده شغلته إيه شغلته هم حاجتين مالهمش تالت الحاجة الأولى إنه يوزن ويحافظ على سعر العملة الأمريكية بين قصين حاجة اسمها الدولر المشهور في الدنيا ده طيب الحاجة التانية هي الإجراءات الإزدواجية ودي هنتكلم عليها بعدين أو مش في محلها دلوقتي مش موضوعنا على الإطلاق هنرجع على إزاي يحافظ على سعر الدولر طيب أحافظ على سعر الدولر ليه أنا كبنك الفيدرالي ليه في حاجة اسمها بنك يحافظ على سعر العملة بتاعته ويضمن دايما أنه سعر العملة بتاعته يبقى سعر متزم أي بنك مركزي في الدنيا لازم بياخد مجموعة من الإجراءات اللي متعلقة بالاقتصاد هتيجي تقولي بس البنك شغلت السياسات مقدية أقولك أيوة ما هو البنك ده اللي في إيده أسعار الفايدة سعر فايدة على الإيداع لو أنت هتحط فلوس في حسابك الجاري في حساب التوفير إذا كان فيه شهادات أو عيات دخلية ما هو ده سعر فايدة أو هتقترد هتجيب بيت هتجيب عربية هتقترد مبلغ عشان تعمل بيست سمار فأنا بحدد سعر الفايدة دي اللي احنا عندنا بنسميها في مصر إيه؟ سعر الكوريدور اللي هو السعر اليومي الإيداع والإقراض طيب البنك المركزي الأمريكي ده بقت كل شغلته في الدنيا الحفاظ على إيه؟ على الدولار مش على اقتصاد أي حد في الدنيا مش على عملة أي حد في الدنيا هو لا ينظر إلا لعملته حقه على رأي نور الشريف حقها يا أبو كمال طيب أبو كمال في أمريكا قال لك احنا هنحافظ على سعر الدولار عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات النقدية والقرارات حصل في العالم أزمة اقتصادية مزهلة بسبب الكورونا تحديدا فترة التعافي من بعد الكورونا يعني الكورونا خلصت بقى كويس؟ يحصل إيه حاجة اسمها بوست كورونا أو ما بعد الكورونا اللي هو إيه؟ المصانع هتبدأ تعيد تاني إنها تشغل خطوط إنتاجها لازم تشتغل بسرعة جدا لازم تطلع حجم كبير جدا من المنتجات لازم علشان تقدر توفي الاحتياجات بتاعة الأسواق في العالم المصانع اللي في الدنيا مش بس اللي في أمريكا مش بس اللي في أوروبا مش بس اللي في مصر مش بس اللي في الشرق الأوسط إفريقيا أسيا مصانع الدنيا طب عشان تقدر تعمل ده يبقى هي محتاجة إيه؟ محتاجة عمالة ورواتب ومتطلبات إنتاج وما إلى ذلك يبقى ضغط دايما طول الوقت على توفير فلوس عشان نقدر نجيب متطلبات الإنتاج أمريكا بدأت تحس بإيه؟ بدأت تحس إنه فيه تضخم تضخم في أمريكا بدأ يعلى أعلى تضخم حصل في تاريخ أمريكا في العصر الحديث أو على الأقل خلال الأربعين سنة اللي فاتوا كانت مرة سنة 1982 كان سبعة وستة من عشرة بالتمام والكمال من 82 للحظة اللي إحنا وقفين فيها دي التضخم عمر ما وصل لرقم سبعة وستة من عشرة اللحظة اللي إحنا فيها التضخم في أمريكا بقى سبعة وتسعة من عشرة فوصل لحاجة اسمها المعدل القياسي أربعين سنة أمريكا ما شافتش معدل تضخم بهذا الحجم كان البنك الفيدرالي الأمريكي طول الوقت بيحافظ على قوة الدولار بإجراءات منها الصالح ومنها الطالح يعصف بسببها أو بيعصف علشان يقدر يحافظ على سعر دورة اقتصاديات في العالم بس المهم إحنا في أمريكا نبقى جمدين ومية مية ده المهم طيب فكان سعر معدل التضخم في أمريكا واحد في المية اتنين في المية يقفز في اتنين وعشرين يبقى سبعة وتسعة من عشرة مصيبة طيب ده أدى إلى إيه؟ ده أدى إلى إيه؟ ده أدى إلى إنه أمريكا خدت قرار أو البنك الفيدرالي الأمريكي ده اللي هو المركزي بتاع أمريكا يعني خد قرار إنه يرفع سعر الفايدة ربع في المية بس ربع في المية في اقتصاد هو الأول والأكبر والأقوى على مستوى العالم يؤدي إلى عاصفة اقتصادية في العالم أردت أم لم تريد؟